اشتركوا في القناة 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 قال لهم لقيته كيرميزز بالحدى دارنا وزعفت عليه قلت له شنو هاد الفوضى الشي اللي ما تقبلوش ودابزنا ودفعتو وطاح ما كونش ناوين قتلو انا غير دفعتو بشي بعد مني وعليا بعد ما تعصبت حتى هو طاح ومات هدي الرواية ديالو اذا الامر كيتعلق ربما بالايداء بالايداء المؤدي الى الوفاة وربما حسبت كيف القانون اللي غاد يذلوا الوكل الام هدي الجريمة اذا وقعت بالصدفة بنادمع له ما به حتى وقع الخلاف بين طرفين حول الزبل وستطور للدفع والدفع طيحة تسيد على الرسومات هذي هي المدرقات اللي كيقولوا الله ينجيك من المدرقات وهذه واحدة من المدرقات وهنا ما كان دافعوش على الجاني لدى الدم يستهل العقوبة الجريمة كما قلت وقعت في واحد زمن قياسي حتى ان شيدراري كانوا قرابين منهم قبل ما يدخلوا باش يفكوهم شافوا السيد طاح وبقاوبوش بهم اللي شافوه طايح كيتمرق في دمه وهما اللي استمعت لهم لب يجي في اطار البحث القضاء اللي امرت به النيابة العمد في المحكمة للسيناف البحث انصبحوا الظروف وملابسات وحياتيات هذي الجريمة المتهم حتى هو معرف باش تبلا خلت ضحية مرة في دمه ودخل دارهم بسرعة فائقة واجمح ويجود لهم في شي ساك وكان باغي يا رب ساعة البوليس وسلق بالما يهرب وشده قدام الدار ودوه لمنطقة الامنية والسمع له وحاله على الوكيل العام اللي امر بالاداع دياله في سيجن عكاشا الانسان اللي ما يلقى ما يضبط هو يضبط اعصابه في لحظة الغضب حيث الشيطان احيانا منك يحضر كيتسبف مشاكل كثيرة وكيخرج على الانسان انتم شفتوا ناس معليهم ما بهم واحد جال حزب الاخر عاتبوا ديك العتاب سطور ثلاثون متلاثون وقعد دفعوا تشنديل ساعوقع الشي اللي ما كانش في حزب انتا واحد فيهم ولا حول ولا قوة الا بالله العليه العظيم والله يبعد لكم مدرقات نتمنى باش تكون المعلومات اللي اعطيتكم بخصوص هاد الجريمة تكون مستفيدة وفيها ما يشفي الغليل ديالكم نتمنى باش يكون المحتويات اللي كنخدمها في مختلف الفيديوهات والقصص اللي كنجيبو لكم يكون المحتوى ديالها في مستوى التطلعات ونكونوا ونسهموا بشكل او باخر في محاربة الجريمة حيث الجريمة لا تنفع نفيها غير المشاكل لان كيخرج على رسول وكيخلي عائلته كتعاني ويخرج على واحد اخر كما في حالة الجرائم ديال قتل بحال هذه وغيرها من الجرائم اللي سبقنا تطلقنا لها او ربما قد ينتحدثوا عليها في فيديوهات واحد اخر لاحقة الغريب ان الرحب قد تكتاح في ادفع الامور ولا حول ولا قوة الا بالله وفي انتظار حلقة جديدة وفيديو اخر دمتم اوفيها للقناة ودامت لكم الافراح والمسرات والله بعد ذلك المدرجات كحر الراس بنؤدى والى لقاء اخر ان شاء الله